أهلا أعزائنا مشاهدينا ما زلنا نتحدث عن ظهورات المسيح بعد القيامة والسؤال الذي يطرح دائما لماذا قام المسيح من الأموات وظهر للتلاميذ أليس طرق أخرى لإعلان عن ذاته ولسيما يضرب الأعداء أو يبطش هنا وهناك هذا سؤال كثير كثير مهم لماذا المسيح ظهر للتلاميذ بعد القيامة عدة حقائق بالأول خلينا أقول أنه على الأقل يذكر الإنجيل مع سفر الأعمال والرسائل على الأقل عشر ظهورات لكن واضح أنه كان بيظهر أكتر لكن مش كل ظهور بيتكلم عنه هذا واحد شيء ثاني أن هذا الظهور هو كان ظهور أو قيامة يسوع المسيح بالجسد يعني مش خيال ولا شبح ولا روح شيء ثالث حقيقة القيامة وظهور المسيح هي حقيقة تاريخية وطبعا لها بعد لهوت وعمق روحي عميق جدا ثم ظهورات المسيح لم تكن في بقعة جغرافية معينة فالمسيح ظهر في أورشليم مثلا ظهر على الطريق إلى عمواس ظهر على بحيرة طبرية ظهر على الجبل لم أعطى المأمورية العظمى ظهر في العلية على الأقل مرتين ظهر عند القبر لمريم المجدلية وللمريمات ويقول كتاب ظهر لبطرس لصفا وظهر ليعقوب وظهر لشاول الترصوصي وهكذا ظهورات كثيرة ثم ظهر لدفع واحد أكتر من خمسمائة أخ والأكتر باقي يعني شفوه بأم عيونهم ثم أخيرا المسيح ظهر للتلاميذ على جبل الزيتون ورح أقرأ طبعا بعض الآيات في هذا الموضوع لكن من هذا الظهور بعد القيامة اقتنعوا اقتناع كامل وتغيرت حياتهم كليا تغييرا جذريا وانطلقوا إلى العالم بشهادة حية أنهم شافوا الرب يسوع المسيح المقام الطبيب والمؤرخ لوقة في سفر أعمال الرسل بوحي من الروح القدس بيتكلم الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أرشليم بل ينتظر موعد الآب الذي سمعتمه مني لأن يحن عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملكة إلى إسرائيل فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أرشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم وفي مكان يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء حينئذ رجعوا إلى أرشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أرشليم على صفر سبت لاحظ الكلام هذا الظهور للتلاميذ المسيح طبعا قيامته بالجسل وهو الآن يصعد إلى السماء لا توجد قوة مغناطسية تجذبه إلى الأرض لأنه عنده قوة أو قانون آخر صعد أمام عيون الجميع وبينما هم يشخصون إلى السماء ظهر ملكان وقالا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرونها إن هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء هذه الظهورات أحبائي احنا تكلمنا عنها إن حقيقة قيامة المسيح بالجسد إنها حقيقة تاريخية إنها حقيقة لهوتية تتكلم عن حتمي بشهادة الكثيرين من اللي شافوا يسوع بأم عيونهم وأخيرا وهو يصعد إلى السماء ولا يناقض العهد القديم لأنه العهد القديم يتكلم في نبوة زكريا إنه المسيح رح يرجع إلى جبل الزيتون فالسؤال لماذا ظهر يسوع المسيح للتلاميذ بعد القيامة خليني أذكر عدا إنه الأشياء اللي ذكرتها سبع طبعا أمور أيضا أيضا تتعلق بظهور المسيح أولا ظهر المسيح ليثبت القيامة بالجسد إنه فعلا ظهر أكل وشرب وطلب منهم إنه يلمسوا جسده شيء ثاني ظهر المسيح ليقوي وليشجع إيمان التلاميذ مثل بطرس كان في هاوية اليأس وتوم كان في صراع في وحدته وفي كآبته أيضا تلميذي عمواس كانوا في حزن عميق تركوا للبرية أو تركوا لعمواس فظهر وشجع إيمانهم ظهر لمريم المجللية لألا تبتلع بالحزن ظهر للتلاميذ وقوى إيمان التلاميذ وعندما شافوا المسيح مش بس المسيح اللي مات على الصليب الآن هو حي انتصر على الموت وهو أمامهم شايفينه بأم عيونهم شيء رابع مثل ما شفنا هون كان بيشرح بالأمور المختصة بالملكوت الجديد كان بعد التلاميذ كان بيجهز التلاميذ لهذا الملكوت الجديد من خلال الانطلاق الجديد حتى يذهبوا برسالة القيامة لكل العالم ثم أحبائي أثبت المسيح أنه قام في اليوم الثالث كما صرح وكما قال عدة مرات وهذا يدل على مصداقية المسيح وعلى صدق دعوة يسوع المسيح لكن هذه القيامة والظهور وعد بالروح القدس مثل ما اسمعنا من خلال القراءة في الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل طلب من التلاميذ أنه ينتظروا حتى ينالوا قوة من الأعالي وفعلا رجعوا من جبل الزيتون وكانوا في العلية لمدة عشر أيام بيصلوا وكان في اجتماع بيزنس اجتماع عمل اختاروا تلميذ آخر بدل يهوذة الإسخريوطة وعندما انسكب الروح القدس في يوم الخمسين ذهبوا وجالوا مبشرين في كل مكان ثم هذا الظهور شئ سادس أحبائي أكدت دعوة التلاميذ يهوذة انتحر بطرس أنكر يسوع المسيح توما لم يؤمن بالقيامة عاوز براهين عاوز أدلة وهكذا تلميذي عمواز ورجع أكد الدعوة الأولى أنهم دعاهم لكي يتبعوا ولكي يصطادوا الناس ولكي يكرزوا بالإنجيل ويتلمزوا جميع الأمم ويكونوا رعاة ورسل اللي منهم انطلقت الرسالة في كل أنحاء الأرض فهذا الظهور أكد دعوة المسيح للتلاميذ شيء آخر ظهر المسيح للتلاميذ ليعطيهم المأمورية العظمة احنا منعرف أنه أي شخص عظيم آخر كلمات لأي شخص عظيم بتكون قبل ما ماته لكن منشوف أعظم الكلمات قيلت عندما هزم الموت وهزم الشيطان وسرع أهوال جحيم وأعطى التلاميذ المأمورية العظمة قائلا دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمزوا وعمدوا ثم في مرقل 16 واكرزوا وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون فهذه المأمورية هي مخولة من ذات المسيح لكي يعمل عمل المسيح من خلال قوة المسيح قوة القيامة وقوة الروح القدس اللي فيه قوة الإيمان قوة المحبة هذه القوة اللي تفجرت في التلاميذ وانطلقوا لكي يتكلموا بالمأمورية العظمة ثم أحبائي خلينا أقول شيء مهم ظهر المسيح ليؤكد محبته للتلاميذ ومن يستطيع أن يحتمل فشل بعد فشل من يستطيع أن يحتمل ناس مش فهمين خطته ولا إرادته حتى بعد القيامة ومع كل هذا المسيح أكد محبته للتلاميذ فظهر ليؤكد أن محبته لم تتغير محبته غير مشروطة محبته غير محدودة هذه المحبة لأنه هو يعني انتصر على الموت فإذن هذه المحبة ظهرت حتى من خلال التلاميذ صاروا يصيروا بنصرة القيامة النصرة على الموت لم يكن عندهم خوف وشيء تاني من خلال هذا الظهور فعلا لأنه كانوا يظهر يوم الأحد وكانوا يكسروا الخبز يوم الأحد فمن خلال هذا الظهور تأكيد أنه الكنيسة فعلا ابتدأت في يوم العبادة اللي هو اليوم الأول قيامة يسوع المسيح ويوم الخمسين انسكاب الروح القلوس هو صار يوم العبادي فهذا الظهور أكد أمور كثيرة في حياة التلاميذ فإذن الأمر مبرهن تاريخيا ولكن أحبائي مبرهن روحيا من كلمة الله لأنه المسيح قال كلامي روح وحياة وكل إنسان بحب يعرف أكيد الرب رح يعلن ذاته لأي شخص فإذن إحنا بنتكلم عن شخص مش مات والناس بتزور قبره إحنا بنتكلم عن شخص حي اللي قيل عنه ليس هو هاهنا لكنه قام وهو حي ومازال يعمل في داخلك مكتوب أو قال يسوع أنا أقرأ على الباب هأنا ذواقف على الباب وأقرأ إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي جاء المسيح من خلال قوة القيامة ليحررنا من عبودية الخطيئة من قوة الشيطان يحررنا من كل القيود والتقاليد اللي قيدتنا ويطلقنا إلى الحرية أننا نتبع شخص حي وهذا الشخص الحي هو واقف على باب قلبك كل ما عليك تدعوه قلو يا رب يسوع أنا بستقبلك في حياتي تعال كون أنت السيد والرب على حياتي بكل بساطة صلي قلو يا رب سامحني على كل خطيئة طهرني من كل إثم ونعارف أنه خطيئتي رح توديني على جهنة بس أنا بشكرك من أجل عملك الكامل واليوم أنا بعلن سيادتك ورببيتك على حياتي أنت مخلصي أنا بدعوك إلى حياتي وبقبلك مخلص شخصي أحب أسمع منك فيك تتواصل معنا فيك تشارك يعني نحب نتواصل معك الرب يباركك